اشتركوا في القناة والقوة بما أبقيتنا والشكر فيما أعطيتنا والبركة فيما رزقتنا اللهم لا تقطع رجاءنا ولا تخيب دعاءنا واغفر لنا ولوالدينا والمسلمين آمين اللهم صلي على محمد وآلي محمد جمعة مباركة على الجميع طبعا اليوم القمر الآن موعد بث الحلقة هو موجود في برج الأسد ولكن بعد تقريبا ساعتين ونص رح ينتقل ويصير في برج العذراء طبعا يعني أغلب اليوم رح يكون في برج العذراء هو الآن موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات والقمر رح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و45 دقيقة من بعد منتصف الليل يعني من صباح يوم الجمعة رح ينتقل منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج الآن موعد بث الحلقة القمر موجود في برج الأسد في مرحلة خلو مسار لانتقال القمر من الأسد للعذراء خلو المسار هذا مستمر من الساعة 10 و35 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم الخميس لا ينتقل الساعة 24 و25 دقيقة مساء من مساء اليوم الخميس لا ينتقل لبرج العذراء يعني إحنا من بث الحلقة الساعة 2 بتوقيت جرينيتش ضايل ساعتين و25 دقيقة لا ينتقل القبر للعذراء الفترة هاي فترة خلو مسار لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 24 و25 دقيقة مساء من مساء اليوم الخميس والأيام القادمة يعني الجمعة السبت رح يكون القمر موجود في برج العذراء ما في هاي الفترة منعود لطبيعتنا الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك وردة أو شاردة دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام ومنشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا ونتوهم أمر معنى أمراض ما إلها أي وجود نوع من أنواع الوسواس والقلق هاي الفترة أفضل فترة للتخلص من عدد سيئة كالتدخين وشرب الكحول وبوسع نقتنا حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة جديدة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم مافي غير زوايا بطيئة زوايا مع القمر مافي يعني القمر يعتبر قمر محترق فعشان هيك شوي طاقته رح تكون ضعيفة رغم أنه هو سعيد بطبعه إلا أنه بما أنه مافي زوايا معناته شوي هيك الحضوض بتكون مش دقيقة فما حدا يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للزوايا البطيئة فعندنا أول زاوية زاوية التربية سلبية ما بين الزهرة وما بين بلوتو وهاي تأثيراتها من يوم 18 عشرة ليوم 21 عشرة يعني اليوم آخر يوم لتأثيراتها طبعا هاي الزاوية بتدفعنا للعنف وبتجعل مزاجنا عدواني وعصبيين وحساسين جدا فممكن نغضب من أي تصرف وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة بطريقة مفاجئة وهاي الزاوية بتسبب بنا خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية أما دوليا فهي بتدل على تحولات وتغيرات غير متوقع على الساحة الفنية فبعض المطربين والموسيقيين اللي كانوا في القمة بينحضروا للحضيط بسبب رتابة عطائهم وعدم قدرتهم على تغيير أساليبهم وتجديد عطائهم أو بسبب تعرضهم لأمم مؤامرات لتدني سمعتهم وتشويها في هاي الفترة لا يستحسن طرح أي إنتاج فني جديد للأسواق ولا إقامة حفلات في هاي الفترة لأن النتائج غالبا بتكون مخالفة لما هو متوقع أو ممكن يعني صير فيه نوع من أنواع المشاكل أو العقبات في الإنتاج والتوزيع وكذلك يستحسن تجنب إقامة السهرات الفنية لكثرة حوادث العنف والعدوان فيها وربما احتمال وقوح حوادث أو حراء غير متوقعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية يوم 23 عشرة بثور أعمال من العنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن وبرضه بتعزز التسلط عند البعض وبحاول فرط سيطرتهم على الآخرين وهذا التحويل بيأدي إلى تحويل جذري على المستوى المهني أو العائلي لدى البعض بالدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سوى داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوح حوادث لها علاقة بالحرائق الظواهر الطبيعية زلازل بركين تعرية يعني أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهي تاثراتها لغاية يوم 22 هذه زاوية بتعزز قدرتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين المريخ وبين نبتون وهي تاثراتها لغاية 22 بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالة التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقاً أنهم بيكذبوا علينا ليحضروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنهم ممكن يتناولوا أدوية بطريق خاطئة وبتدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هذه الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضنات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو إضرابات في قطاع الصناعة والصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية ما بين الشمس وما بين الزهرة وهذه تاثراتها لغاية يوم 5-11 ما يعني بتوجه نظرتنا أو تعطينا نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي بداية هي زاوية تربيع سلبي منفصلة ما بين زحل وما بين أورانوس وهذه تاثراتها لغاية يوم 16-11 نصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوة حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة طبعا زي ما حكينا أن القمر ما رح يشكل أي زوايا متصلة خلال هذا اليوم في ساعات الظهر في زاوية تثليث رح تبدأ تأثيراتها طبعا هي يوم الغد ذروتها وزاوية التثليث ما بين القمر وما بين أورانوس وبرضو في زاوية التقابل السلبية ما بين القمر وما بين نبتون هدولة بتشكلوا في ساعات ما بعد الظهر ولكن أنه بتظل تأثيراتهم خفيفة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اليوم الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العنادة الإضافية ونبتعد عن العمليات الجراحية لإلها ولكن ممكن مراجعة الطبيب أو أخذ العلاجات لإلها البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الأعور، القلون، الجهاز الهضمي، الـ 12، المستقيم، أجهزة الإحساس مثل العيون والأذنين بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية هنا في أي مشاكل لأوضاع جيد جدا بالنسبة للأمور الجراحية إلا الأعضاء اللي ذكرناها وهو برضو يوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن التجميل اللي إله علاقة بالعيون ما بننصح فيه خلال هذا اليوم هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العذراء فقلو المسار القادم رح يبدأ يوم السبت 22 بيبدأ في تمام الساعة 6 و 17 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى اليوم التالي يعني حتى صباح يوم الأحد الساعة 21 و 24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر بعدها في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 26 يوم بكملهم طبعا الساعة 12 مساء بمنتصف الليل وبصير نسبة الإضاءة 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب واطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيدة بنسبة 85% القمر في العذراء حتى يوم 23 عشرة هو الآن سعيد بنسبة 15% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 45% في ساعات المساء برجع بتناقص ساعاته لنسبة 15% عطارد في الميزان حتى يوم 29 عشرة سعيد بنسبة 45% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 عشرة بعدين يبدأ في عملية التراجع منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 عشرة منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% قرنص في التور بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيتراكم في العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم لأن القمر صار موجود في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة فعشان هيك بدكوا تنتبهوا لعملكم تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول علجوا المسائل الطارئة للتواصل أو للتوصل لا يتفاق ابحثوا عن حليف أو عن دعم وتجنبوا الإساءة للأصدقاء والشركاء وحاضروا من التراجع الصحي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم القمر موجود في البيت الخامس بتضر رغبتكم قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم فيهم بيحيطكم الفلك بالحيوية والحماس لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط وممكن يكون هذا اليوم من أفضل أيام الشهر أو فرها حظا بتشعروا اليوم بالطمأنين والراحة وعندكم رغب كبير لممارسة هواية معينة أو للترفيه أو للتقرب من الأحبة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتشعروا ببعض الحزن أو التعب وبتبحثوا عن ملاذ آمن أهم إشي أنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك تلمسوا نوع من أنواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة يعني اليوم رح يكون التركيز كله على أجواء البيتية والعائلية والمناسبات الاجتماعية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن أهم شيء أنك ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار الأجواء جيدة وداعمة ومفيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وعندك سرعة بديهة عالية واليوم رح يسجل لك لقاء مهم أو اتصال مفيد تجري أبحاث ومفاوضات ناجحة وممكن اليوم تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة الأجواء يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية فلازم تستغلها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتكونوا تخففوا من النفقات قدر المستطاع وتبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع ممكن اليوم تناقشوا موضوع مالي بيتعلق بمكاسب مالية عمل إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أهم شأنكم ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبدروا أموالكم وحاولوا أنكم تكونوا مركزين بشكل جيد ومتيقضين قبل التوقيع على عقد أو البدء بمغامرة مالية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور لأن القمر خلص صار عندكم فبتكونوا اليوم مميزين بأداكم والفترة هاي واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة بتطرحوا أفكار جديدة وبتجتهدوا على إنجاح مشروع جديد الفترة هاي فيها حماسة عالية جدا ووضوح بالأفكار عشان هيك برضو الفترة هاي بتكون أنت ملفت للانتباه حتى للجنس الآخر صحتكم بصير في تحسن ومعنوياتكم بترتفع برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هذا اليوم بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم لأنه القمر صار موجود في بيت المتاعب في العذراء فعشان هيك اليوم وبكرة بسيطر التعب عليكم بتكونوا تنتبهوا لصحتكم لأعمالكم ممكن تفكروا بإلغاء الموعيد والابتعاد عن الأضواء حاولوا أنك تحموا نفسكم من المحتالين ابتهداء الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية هي فترة ضاغطة فيها بعض خيبات الأمل فعشان هيك لا تثقوا بأي وعد يقطع لكم وحاولوا أنك تعملوا بس الأعمال الروتينية بالأيام هاي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أهمش أنكم ما تبقوا وحيدين بل سارعوا للمشاركة بأي مناسبة اجتماعية وإلعبوا دور بناء في محيطكم ومجتمعكم اليوم تتمتعوا بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بيجوز تجنب اتخاذ القرارات الحاسمة إذا كان في أمر بيطلب منك التدخل أو ابدأ الرأي فما تقصر وفي نفس اللحظة حاول أنك بس تضبط أعصابك وما تتسرع بقراراتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي فيبحثوا عن عمل أهمش أنكم اتجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم اتجنبوا التصرف الارتجالي ركزوا بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر ونظموا أعمالكم عشان تقدروا تنجزوها بالكامل الأهم برضو أنه اليوم تركزوا ما في داعي للمغامرة أو المجازف أو مخالفة القوانين عشان تحافظوا على سمعتكم وفي نفس اللحظة ركزوا على أعمالكم وعلاقاتكم بالمسؤولين برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا اليوم تنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والحوارات واللقاءات وحتى الأمور الإلها علاقة بالامتحانات الجامعية وأيضا الأوراق والمعاملات القانونية أهم شنكو تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اليوم عندك اندفاع وعندك حماسة وهدول الأمرين رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة ابتطمئن خواطرك وبتقتفيها واجسك وتعتبر هاي فترة إيجابية جدا فعشان هيك حاول أنك مضي عليك الفرصة برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا اليوم التركيز كله بيصير على المور الأموال المشتركة فاليوم بإمكانكم كنت تتفحصوا حساب مالي مشترك وتخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاول أنك تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناء عن فرض الرأي والتسلط به ابحثوا عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف وأهم شيء ما تهم اليوم لا ملف ولا قضية بدك تركز على التفاصيل المالية بدون مغامرات أو مجازفات بإمكانك اليوم الطالب بحق لإلك أو أموال كان صعب أنك تحصلها بالفترة الماضية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتتركز جهدكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء بالعمل أو بالعاطفة أو علاقتكم مع الأزواج القمر موجود مقابلك تماما خلال هذا اليوم فعشان هيك وبعطيك إيجابية على مستوى الشركات ولكن شوي بضعف من طاقتكم حاولوا أن تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظر شركائكم نسقوا بين مختلف الواجبات حافظوا على هدوءكم الكامل فهذه الفترة فيها نوع من أنواع الضغط والأوضاع فيها بيكون فيها نوع من أنواع الصعوبة فعشان هيك اليوم ما في داعي للمواجهات ولا المغامرات ولا للمجازفات وأضبط عصبيتك حاول أنك ما تنفعل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر